السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيث أن هذا اليوم من مادة القراءة أو الكتابة سنخصوها لإنجاز جوجة تمارين لدعم وتقويم التعلومات إذا اللحظوا معي على الشاشة نشوفوا التمرين الأول إذا نقرأ التمرين نفهمه المطلوب إذا نأملأ الفراغة بحرف الثاء المناسب أعيد أملأ الفراغة بحرف الثاء المناسب إذا المطلوب مننا في هذا التمرين هو أننا نملأ الفراغ اللي عندنا في الكلمات بحرف الثاء اللي كي ينسبه كل كلمة من هذا الحروف اللي عندنا بلون أحمر في السطر الأول إذا في البداية أطلب منكم تقرأوا الحروف اللي عندنا في السطر الأول نشوفوا مع زهرات قرأنا الحرف الأول زهرات ثاء إذن عندنا الثاء بالفتحة ثاء سلماء قرأنا الحرف الثاني ثو ثو جيد نزل الحرف الثالث قرأنا مالكة ثي ثي جيد والحرف الرابع قرأنا عبد الله ثن ثن جيد ثأب التنوين وآخر حرف قرأنا سنة ت جيد الآن سنقرأ الكلمات التي فيها الفراغ لكي يسهل عليكم توضع كل حرف في الفراغ المناسب له إذا نرى الكلمة الأولى عندها فراغ في بداية الكلمة ببعنك ينقصها حرف في بداية الكلمة إذا لدينا فراغ قبون قبون إذا ستأخذوا الألواح لكم وتحاولوا تكتبوا الحرف اللي يناسب الكلمة الأولى الحرف المناسب للكلمة الأولى اللي يكملها باش تولي كلمة مفهومة وعندها معنى إذا نتابهوا لدينا حرف ثاء خمس مرات الاختلاف فقط في الحركات وفي التموضوع للحرف واش في البداية واش في الوسط واش في الآخر إن كانت مننا أن المشاهدات والمشاهدين هم ينجزوا معنا التمرين في بويس ديالهم تفضلوا رفعوا الألواح جيد عبدالله كسبتك الكلمة كلها مزيان إذا تشوفوا ماليكة شنوه الحرف المناسب لها الكلمة ماليكة ثو ثو جيد حرف ثاء بداية الكلمة عنده حركة الضمة هو اللي غادي نوضعه في بداية هاد الكلمة باش نكملوها ونقرأوا الكلمة بعد ما نكملناها برددون بعدي ثقب ثقب نعودو ثقب ثقب جيد نشوفوا الكلمة الثانية باش نكملوها بالحرف المناسب لها إذا الكلمة الثانية عندنا فراغ في بداية الكلمة فراغ مارن مارن يلا حاولوا تميزوا الحرف المناسب لها الكلمة وتكتبوه على الألواح نفعلوا الألواح جيد إذا شنوه الحرف المناسب لها الكلمة إلياس ثي ثي جيد قد نوضعوا حرف ثاء ديال بداية الكلمة بحركة الكسرة ونقرأوا الكلمة في مارن في مارن نعودوا مرة أخرى في مارن في مارن ندزل الكلمة الثالثة إذا الكلمة الثالثة عندها الفراغ في الآخر في آخر الكلمة والحرفين اللي فيها هما أثى والفارق في الآخر أثى ونكملوها بالحرف المناسب على الألواح إذا سألت صرف للألواح جيد صحيح سبرك الله عليكم إذا شنوه الحرف المناسب لهذه الكلمة ظهراء ثن ثن جيد نضعوه في الفراغ ونقرأوا الكلمة إذا الكلمة هي آثاثن نقرأوا جميعا آثاثن مرة أخرى آثاثن جيد إذا ندزل الكلمة الرابعة كلمة الرابعة عندها فراغ في الوسط بمعنى الحرف اللي كنقصها في وسط الكلمة نقرأوا الحرف اللي عندنا في الكلمة عو وفراغ مانن عو مانو وعيد عو مانو إذا نحاولوا تميزوا الحرف اللي غدي يجي مناسب في وسط هاد الكلمة حرفوه الألوح جايد إذا شنو الحرف باشان نكملوا هاد الكلمة ماليكة ث جايد حرف ثا بالسكون اللي عنده هنا يكيبا في تموضع دياله ديال وسط الكلمة متصل بالحرف اللي قبل منه اللي مبعد منه عنا وضعوه في وسط الكلمة ونقروها إذا نقرأ الكلمة وردهم بعدي عثمان عثمان وعيد عثمان عثمان جايد إذا قتلنا كلمة وحدة عندها الفراغ في بداية الكلمة والأحرف ديالها إذا نعدي فراغ لاجة لاجة إذا نحاولوا تكملوا الكلمة الأخيرة بالحرف المناسب إذا سليسوا ممكن ترفعوا الألواح جايد إذا الحرف المناسب الكلمة الأخيرة عبد الله ثا ثا إذا جايد بقى نحرف ثا بداية الكلمة بالفتحة ونقرأ الكلمة بعد ما كملات ثلاجة 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 نعودوا مرة أخرى ثلاجة ثلاجة جايد نقرأ الكلمات كلها بعد ما تمينها ثقب ثقب ثمار 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 أثاث 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 عثمان ثلاجة 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 جايد إذا نشوفوا تمرين ثاني إذا نقرأ التمرين باش نفهموش نمطلوب منا أحيط بدائرة الكلمة المتضمنة لحرف الثاء أعيد أحيط بدائرة الكلمة المتضمنة لحرف الثاء إذا المطلوب مننا في هذا التمرين هو أننا نقرأ الكلمات ونحيطه بدائرة بمعنى نظوره على الكلمة اللي فيها حرف الثاء إذا نقرأ الكلمات أولاً نقرأ الكلمة الأولى أردهم بعدي حرث حرث كلمة ثانية بئر بئر لثام لثام ثلج ثلج صوت صوت فإنك قرأ الكلمات كلمة كلمة والكلمة التي فيها حرف الثاء هذى نحيطها بدائرة كلمة الثاء نعم حرف الثاء موجوده في الحرف الثاء ؟ جيد وجل поб Über الضمف آخر الكلمة ونحط الكلمة بدائرة نميزها بإحاطتها بدائرة ندزل الكلمة الثانية نعود ونقرأها مرة أخرى بئرن بئرن جيد إن هذه الكلمة وش فيها حرف تأم لمالكة لا جيد بئرن ما فيهاش حرف الث بمعنى ما غادش نحطها بدائرة وندزل الكلمة الثالثة نعود ونقرأها لثامن لثامن إذن ظهر كلمة لثامن وش كتتضمن حرف الث أو لا نعم تموضع ديالو في الكلمة وسط الكلمة جيد وشنو الحركة اللي عنده ظهره فتحة عنده الفتحة والمد بالآلف نقناه لثامن إذن مع حركة طويلة لثامن جيد إذن نحطوا هاد الكلمة بدائرة لأن فيها حرف الث وندزل الكلمة الموالية نقرأها مرة أخرى ثلجن ثلجن جيد إذن سناء هاد الكلمة ثلجن وش فيها حرف الث أم لا نعم جيد فين كي بلنا حرف الث هنا في هاد الكلمة في أول كلمة جيد في أول كلمة بالفتحة وغضي نحط كذلك كلمة ثلجن بدائرة وندزل الكلمة الموالية نقرأها صوت صوت نشوفو عبد الله يشوفو عبد الله يشوفو انها هاد الكلمة وش فيها حرف الث أو لا عبد الله حرف الث حرف الث فيها أم لا لا ما فيها جيد إذن حرف الث مكينش في الكلمة فيها حرف الث في الآخر وما قديش نحطوها بدائرة وندوزو الآخر كلمة نعودو نقرأوها إيرثن إيرثن جيد إذن إلياس كلمة إيرثن كتضمن حرف ث أو لا لا نعم جيد إذن تموضع ديالو في الكلمة آخر الكلمة والحركة اللي عنده ضمتين جيد عنده تنوين بالضم إيرثن ونحطو كذلك الكلمة الأخيرة بدائرة إذن بهكده إخواني أخواتي نكون وصلنا نهاية حصنا لهذا اليوم من مادة القراءة والكتابة والمن ودعكم كانت طلب منكم أنكم تبحتوا على كلمات كتضمن الحرف اللي درسنا حرف الث في تموضوعات مختلفة يعني كلمات عندها الث في البداية وكلمات عندها حرف الث في الوسط وكلمات عندها حرف الث في آخر الكلمة نخليكم الآن مع مادة التربية الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصة اليوم سنخصصها الأنشطة تقويمية ودعيمة ومدارسة الموضوع البحث الذي كنت تكلفتكم به في الحلقة الفيتا قبل من شوفوا واحد المجموعة من التمارين أغاد نقرأ هذه الصورة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤن أحد والآن أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين قد نقوم بإنجاز جوج ديال التمارين اللي عندكم في الكتاب المقرأ وقد نشوفوا التمارين الأول اللي غديبان على الشاشة ما يدل على أنني أوحد الله تعالى أعبد الله وحده أسأل غير الله لقضاء حاجاتي أتوكل على الله إذن أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين اللي مطلوب منكم في هذا التمارين تحيطوا بدائرة على ما يدل على أننا تنوحد الله تعالى وقد نبدأ بالعبارة الأولى أعبد الله وحده واشتدل على توحيد الله تعالى وقد نطلب من الإنياس هو اللي جاوبني على هذا السؤال تفضل إلياس نعم مني كن عبد الله وحده وما كنشركوش به هذا كذين على توحيد الله تعالى سبارك الله عليك عبادة الله وحده وعدم الإشراك به تدل على التوحيد وقد نوضع دائرة أعلى أعبد الله وحده إذن بالنسبة للعبارة الثانية أسأل غير الله لقضاء حاجاتي واشتدل على توحيد الله تعالى بطبيعة الحال لا حيث خصنا توجه الله تعالى بوحده باش يسر لنا أمورنا ويسر لنا قضاء جميع حاجاتنا وما غاديش نحيطه بدائرة العبارة الأخيرة أتوكل على الله تعالى واش تدل على توحيد الله تعالى إذن هنا غادي نسول زهرة واش هذه العبارة هذه أتوكل على الله تدل على توحيد الله تعالى زهرة نعم نعم زهرة هذه العبارة تدل على توحيد الله تعالى إذن توكلوا على الله والاستعانة به مع الأخذ بالأسباب تيدل على توحيد الله تعالى وهذا كل مما كتعنيه هذه العبارة الأخيرة وغد نحطها بدائرة سبارك الله عليكم أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين غد ننتقل للتمرين الثاني والذي غديبا على الشاشة من آداب التعلم في المسجد الحضور في الوقت المحدد للحصة التعليمية عندنا الجملة الثانية الضجيج ورفع الصوت خلال التعلم وعندنا الجملة الثالثة التعاون والتسامح بين المستفيدين وعندنا الجملة الأخيرة حسن الاستماع والتواصل شنو المطلوب مننا في هذا التمرين المطلوب منكم في هذا التمرين توضعوا علامة في الخانة ديال العبارة اللي كتجاوب على آداب التعلم في المسجد يعني والهادى الآداب طبعا اللي كنت تكلمت لكم عليها في الحلقة الفيتة اللي خصنا نتحلاوا بها في نكونوا تنقراوا في الجامعة وغادي نبدأوا بالعبارة الأولى الحضور في الوقت المحدد للحصة التعليمية واش تدل على الآداب اللي خصنا نتحلوا بها في نكونوا كنقراوا في الجامعة وغادي نطلب من سلماء تجاوبني تفضلي سلماء نعم ما خصناش نتعطلوا للحصة التعليم خصنا نجيوا في الوقت صبارك الله عليك سلماء نعم ما خصناش نتأخروا على الحصة ونجيوا في الوقت علاش لأن الحضور في الوقت مهم أولا باش نستفدوا وثانيا باش منشوشوش على باقي المستفيدين وغادي نوضعوا علامة في الخاناء الأولى لأنها من آداب التعلم في المسجد ندزل الجملة الثانية الضجيج ورفع الصوت خلال التعلم واش هي من آداب التعلم أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين طبيعة الحال ماشي من آداب التعلم خاص في المسجد يكون الهدوء والسكينة وبالتالي ما غادي نوضعوا علامة في الخاناء الثانية غادي ندزل الجملة الثالثة التعاون والتسامح بين المستفيدين واش هي من آداب التعلم في المسجد وغادي نسول عبد الله واش التعاون والتسامح بين المستفيدين من آداب التعلم في المسجد تفضل عبد الله نعم التعاون والتسامح هو من آداب المسجد تباك الله عليك سي عبد الله من آداب التعلم في المسجد تربط واحد العلاقة طيبة بين المستفيدين تكون مبنية على التعاون على الخير والتسامح بينتهم وغادي نوضعوا علامة تحت العبارة والتسامح بين المسجد قد نجم للأخيرة حسن الاستماع والتواصل واش من آداب التعلم في المسجد صحيح خاص المتعلم في المسجد يستامع المؤطر دياله باش يستافد ويطور تعلماته ومهاراته ويتعامل مع المؤطر وباقي المستفيدين تعامل من بني على الاحترام وغادي نوضعوا علامة تحت حسن الاستماع والتواصل اللي قد تعتبر من آداب التعلم في المسجد أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين من بعد ما نجزناها جوجدية التمارين نطلب من ماليكا باش تصدهر لنا الصورة ماليكا غادي تصدهري صورة الإخلاص تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كوفوا أنا أحد كوفوا أنا أحد كوفوا أنا أحد سبارك الله عليك ماليكا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين في الحلقة الفيتة كنت كلفتكم بالبحث عن دعاء الدخول والخروج من المسجد غادي نشوفوا أجوبات ديالبعض المستفيدين وغادي نبدأوا بالبحث الأول اللي غادي تقدموا لنا زهرة تفضلي زهرة شنو هو الدعاء ديال الدخول إلى المسجد اللهم افتحنا البواب الرحمة سبارك الله عليك زهرة إذن تنقولوا إلى دخلنا المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك من بعد ما تنصليوا على الرسول صلى الله عليه وسلم إذن هتلاحظوا معي على الشاشة إذا دخلت إلى المسجد أقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك إذن هنقرأ باش غادي تعاودوا من بعدي إذا دخلت إلى المسجد أقول إذا دخلت إلى المسجد أقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك سبارك الله عليكم وأطلب من إلياس يعود لي الدعاء بحدوه تفضل إلياس قول اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك سبارك الله عليك إلياس هذي انتقلوا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين للبحث الثاني اللي هذي تقدموا لنا ملكة ملكة كنت أطلبت منكم باش تبحثوا على الدعاء دي الخروج من المسجد اللهم إني أسألك من فضلك سبارك الله عليك ملكة فعلا إلا خرجنا من المسجد نقول اللهم إني أسألك من فضلك إذن إذا خرجت من المسجد أقول اللهم إني أسألك من فضلك إذن ستتردوا من بعديا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين إذا خرجت من المسجد أقول إذا خرجت من المسجد أقول اللهم إني أسألك من فضلك سبارك الله عليكم وغاد نطلب من سلمة باش تعودها بحدها تعود الدعاء بحدك سلمة سفضلي قولي اللهم إني أسألك من فضلك سبارك الله عليك إذا هنا قد نشوف الأدعية بجوج إذا دخلت إلى المسجد أقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك عودوا من بعد إذا دخلت إلى المسجد أقول الله افتح لي أبواب رحمتك نعم وغاد نطلب من عبد الله يرد دعاء تاني بحده إذا خرجت من المسجد أقول تفضل عبد الله إذا خرجت من المسجد أقول اللهم إني أسألك من فضلك اللهم إني أسألك من فضلك سبارك الله عليكم هذه الأدعية جاءت في الحديث النبوي الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك وبهذا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين هذه نكونوا كملنا صورة الإخلاص اللي ارتلناها وفهمناها وحفظناها وتعرفنا كذلك فيها على آداب المسجد وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله هذه ندرسوا صورة جديدة بهذا نكون وصلنا نهاية حصة مادة التربية الإسلامية هذه نبقى مع مادة الحساب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حصة اليوم نزو زوج تمارين باش قوموا تعلماتكم واتبتوها نبدأوا بالتمريل الأول والمطلوب منكم تملؤوا الفراغ بالعدد الناقص لإتمام سلسلة الأعداد العدد الأول على اليسار شنو هو إلياس؟ عشرة نعم هو العدد عشرة والعدد اللي تابعوه شنو هو عبد الله؟ إحدى عصر نعم إحدى عشر صحيح والعدد اللي غنكتبوه في الفراغ الأول تفضلي سلمة؟ اتنى عشر نعم إثنى عشر والعدد الموالي كيفاش نقرأه وتفضلي ماليكا؟ تلتاش ثلاتة عشر جيد والعدد اللي غنكتبعوه شنو هو زهرة؟ رباطة عشر صحيح العدد أربعة عشر ونوضعوه في الخانة الفارغة والعدد الموالي شنو هو سنة؟ خمسة عشر خمسة عشر صحيح والعدد اللي غنكتبع خمسة عشر هو؟ تفضل إلياس ستة عشر صحيح العدد ستة عشر ومن بعد عدد ستة عشر شنو غد يكون؟ تفضل عبد الله؟ سبعة عشر صحيح سبعة عشر وفي الفارغ الأخير شنو العدد اللي غيكون تفضلي ماليكا؟ تمنطعش جيد ثمانية عشر ونوضعوه في الفارغ الأخير تفضلي سلمة قرأ لنا السلسلة عشرة احدى عشر اثنى عشر تلاتة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر تمانية عشر تستة عشر أحسنتي والآن نمره التمرين الثاني والمطلوب منكم هو أنه تحددوا رقم الوحدات ورقم العشرات لكل عدد نبدأ بالعدد الأول كيف شكرا قرأة وتفضلي زهراء؟ ستة عشر نعم ستة عشر وشنو رقم الوحدات ديالو كتبوه على الألواح واحتنتوا ما أخواتي إخواني المشاهدين حاولوا تكتبوه رقم الوحدات اللي كتواجد في العدد ستة عشر نعم رفعوا الألواح ديالكم صحيح رقم ستة ونوضعوه في خانة الوحدات والرقم العشرات لعدد ستة عشر شنو هو؟ كتبوه كذلك على الألواح نرفعوا الألواح ديالكم نعم الرقم واحد ونوضعوه في خانة العشرات نمرو العدد الموالي شنو العدد لعدنا؟ تفضلي ماليكة تسعة صحيح العدد تسعة ونوضعوه؟ تفضلي ماليكة الوحدات جيد في خانة الوحدات وخانة العشرات تبقى فرغة حيث كيف قلنا الوحدات تكون من رقم واحد ننتقلوا العدد الأخير كيف قلنا نقرأوه؟ تفضلي سناء؟ 11 نعم 11 وشنو هو رقم الوحدات ديالو تفضلي سناء؟ واحد صحيح الرقم واحد ونوضعوه في خانة الوحدات ورقم العشرات للعدد 11 شنو هو تفضلي إلياس؟ واحد واحد ونوضعوه في خانة العشرات في آخر حصنا اليوم سنكلفكم بواجب نزيلي باش تزيدوا تنميوا تعلماتكم وغتوجدوه في نهاية درس الأعداد من عشرة إلى عشرين والمطلوب منكم هو تكتبوا في الإطار الأعداد من عشرة إلى عشرين وصلنا لنهاية الحلقة يمكن لكم تعودوا تشاهدوا بالحلقة على قناة السادسة أو بواسطة الأنترنت على الرابطين الإلكترونيين اللي تظهروا أمامكم على الشاشة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا